انقضى شهر تقريبا منذ اعلنت قيادة قوات التحالف العربي في الساحل الغربي في الثامن عشر من سبتمبر الماضي عن بدي عمليات عسكرية وصفتها بواسعة النطاق لتحرير الحديدة من عدة محاور الا انه لم يحدث تقدما نوعيا وحقيقيا حتى الان كل ما جرى هو ارتفاع اعداد النازحين وتدهور الوضع المعيشي للمواطنين سيما في المناطق التي تعتبر مسرحا للاحداث العسكرية حالة انسانية ترقى للمأساوية في ظل حصار حوثي مطبق على المدنيين وسعار تجاري نال من استقرارهم المعيشي وطيران يقض مضاجعهم ويفاقم من المعاناة النفسية تصعيد عسكري لا يبدو ان معلنيه عبؤون بالاثار المترتبة عنه على الاقل انسانيا فبحسب نائب المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق فقد تسببت الحرب في الحديدة بنزح اكثر من 750 الف شخص منذ يونيو الماضي يجري ذلك بينما المعارك شبه متوقفة في اطراف مدينة الحديدة فيما المواجهات مستمرة في مناطق جنوب المدينة وتشهد المناطق الملتهبة هناك تداعيا انسانيا مستمرا نتيجة استمرار القصف الحوثي على المدنيين والفتك المستمر للالغام بالمواطنين فضلا عن غارات لطياران التحالف لا تخلو اثارها من نتائج كارثية اللافت في المشهد هو الغياب الملحوظ للمنظمات الدولية المعانية بالتدخل الانساني كما هو مفترض في المناطق التي تشهد اشتباكات بين اطراف الصراع لكن لا يبدو ان طرفا ما يأبه بالانسان ليبقى وحده يدفع ثمن حرب لا ما قتله فيها ولا جمال ترجمة نانسي قنقر